اشتركوا في القناة ودراسة دفتر تحملات الجديد اللي اقترحت وزارة النقل الى المهنيين هذا دفتر تحملات الجديد جاء بجملة من الاصلاحات او الاقتراحات الوزارة بعض الاقتراحات المستحسنة ولكن بعض الاقتراحات اخرى اللي جاءت بها الوزارة اللي لاقت الرفض تام جميع المهنيين لا تصبوا في صالح المهني نهائيا ولهذا سيتم رفع صوت المهنيين عبر بيان للوزارة كنوضحوا النقاط اللي كنرفضوها والمهنيين كيبينوا الاستعداد ديالهم انهم يرفضوا هذه النقاط بكل ما اوتوا بقوة سواء بالنيضال او لا بالمراسلات او لا هما مستعدين لانه الصراحة القطع كان كيعاني بزاف قبل الكورونا وزاد عانى فوق كورونا وحتى ما ما تلقى حتى شي نوع من انواع الدعم سواء معناوي او لا مادي ولهذا المهنيين كيرفضوا هذه النقاط اللي جاء بهم دفتار تحملات الجديد وانتمنى ان شاء الله الوزارة تتاجب لهذا المطارب ديال المهنيين اليوم كان هذا اللقاء تواصلي مع الاخوان ديال القطاع ديالنا ديال النقاط ديال الجمعية باش باش مضحوا بعد ونشرحوا يعني الدفتار تحملات الجديد اللي اختار حتى تعلينينا الوزارة الوصية ووزارة النقل واللوجيستيك كان لقاء ساخن بعض النقاط اللي ما تفقوش عليها الاخوان وضحنا فيها الأمور وعطوه فيها الآراء ديالهم وبعض النقاط يعني اللي توافقنا عليها لأنها منساجمة مع القطاع ديالنا وديتحننا المشاكل تانيان كيان بعض المخاطر هضرنا عليها بحل المشاكل ديال المخالفات وهضرنا على بعض المخالفات بعض يعني المشاكل ديال الانخراطات وضرنا على واحد لقاء تواصل اللي يكون ان شاء الله من الوحد شرنس يدي يكون لقاء وطني عبر ربوع الملكة ديكون هنا ان شاء الله في مقر الغرفة التجارية إن شاء الله بحول الله والذي الاخوان كاملة دي تواصلوا وديتما دي ندرجوا جميع النقاط من المخاطر ونخرجوا باي المشترك ونكون خير إن شاء الله اليوم جينا هنا جتمعنا مع الاخوان في جهة الشرق بالضبط في مدينة وجدة لنقشنا بطبعات الحال المقترحات ديال دفتر التحمولات وعطينا الرأي ديالنا كجهة الشرق وكم يعني مهنيين في هذا القطاع اللي صراحة القطاع كيعاني كيعاني واحد الشيء كبير إكرهات كبيرة وبتالي احنا فالاخوان اعطوه رفعوا توصيات ديالهم والمقترحات ديالهم اللي ان شاء الله غدي غدي يترفعوا عليها مع في النقشات ونقشات اللي غدي يأخذوها مع الوزارة